في قطاع الطاقة استوردت الجزائر أكثر من مليار ونسب دولار من المنتجات البترولية المكررة في ظرف 11 شهرا حسب الأرقام التي تحصلت عليها الشرق نيوز من مصالح الجمالك وشملت هذه الفطورة الزيوت الصناعية الموجهة للمركبات والآليات الثقيلة وتوزعت قيمة هذه الفطورة أيضا في معظمها على استيراد وقود البنزين الذي ما زالت الصناعة الوطنية تسجل فيه عزا متواصلا بحكم أن مصانع التكرير الجديدة لم تنطلق في الإنتاج حتى الآن كما أن حجم الاستهلاك السنوي للوقود ما زال يتجاوز مستوى 15 مليون طن وارتفاع في حضيرة السيارات المستخدمة لوقود البنزين المنتجات المكررة الأخرى كالبولي إثيلين المستخدم في صناعات البلاستيكية سجلت فطورة استيراده أكثر من 328 مليون دولار في 11 شهرا في انتظار انطلاق مركب سكيكدا لصناعة مشتقات النفط في عمليات الإنتاج بحكم هذه السنة وسجلت المنتجات البترو كيموية الأخرى رقما كبيرا بالعملة الصعبة تجاوز 200 مليون دولار في 11 شهرا ورغم أن الجزائر بلد نفطي وغازي وتشكل المحروقات أكثر من 98% من صادراته نحو الخارج إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تستطع حتى الآن أن توفر احتياجات البلاد من وقود البنزين والمتجات النفطية المكررة التي تشهد ارتفاعا كبيرا في البورصة العالمية ترجمة نانسي قنقر